بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاب في الجزء الأخير من درسنا لهذا اليوم درس أو الدرس الثامن والعشرين التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها أحسنتم العالم العربي والإسلامي وفي هذا اليوم وفي هذا الدرس أنا وأنتم نتحدث عن إحدى المشكلات التي يواجهها العالم العربي والإسلامي المتمثلة في الأمية إذن هي إحدى المشكلات التي يواجهها أبنائي وبنات الطلاب كما يواجه مشكلة الفقر والبطالة في أولاها أيضا إحدى المشكلات التي يواجهها العالم العربي والإسلامي هي مشكلة الأمية أبنائي وبنات الطلاب إذن درسنا الدرس الثامن والعشرين أو الثامن والعشرون التحديات الاقتصادية والاجتماعية الأمية أخذنا في الدرس السابق أنا وأنتم أبناء وبنات الطلاب وتحدثنا فيه عن الفقر ما هي أبناء وبنات الطلاب السمات التي يتميز بها العالم العربي والإسلامي قد أدت أو أدت إلى أن هذه المشكلة تزيد وتتفاقم في العالم العربي والإسلامي أحسنتم أنه يقع جغرافيا بين غابات حارة وصحار قاحلة في الأغلب أن دول ممتازين أن دوله تعد من الدول النامية التي تمتهن الرعية والزراعة التقليدية وهما كما ذكرت لكم أن الرعي والزراعة التقليدية فرقت بينها وبين الزراعة الحديثة وما ينتج عنها وبهذا الأسلوب وبهذه الطريقة هي تعد من المهن الأقل دخلا للفرد أيضا تحدثنا عن أسباب انتشار مشكلة الفقر ممتازين بسبب البطالة ممتازين سوء استثمار الثروات الطبيعية أو غياب استثمارها نهائيا أحسنتم انتشار الجهل أحسنتم إصابة بعض المناطق بالجفافي لمدة طويلة وهو يضل بضلاله على الزراعة وعلى الحيوانات الرعوية قد يؤدي إلى موتها أيضا ممتازين الحروب وما ينتج عنها من مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية أيضا تخلف الصناعة وعدم مواكبتها للتطور واستيعاب اليد العاملة أيضا الاستعمار وما أدراكم من استعمار أبنائه وبناء الطلاب وما خلفه من مشاكل على معظم البلدان المستعمرة وزيادة السكان دون أن يصاحبها دون أن يصاحبها بماذا؟ زيادة في الانتاج أبناء وبناء الطلاب ما هي النتائج التي تؤدي أو ينتج عن الفقر؟ أحسنتم من خفاض قدرة السكان على الانتاج؟ ممتازين انتشار الأمية؟ أحسنتم تدهور المستوى الصحي أحسنتم زيادة في الديون الخارجي وكما تلاحظون أبناء وبناء الطلاب في الصورة التي أمامنا هي أحدى مظاهر الفقر والتخلف التقني وعدم الاستفادة من إمكانيات وثروات الدول بالشكل الصحيح أبناء وبناء الطلاب درسنا في هذا اليوم نتحدث فيه عن الأمية أبنائي ما هي الأمية؟ ممتازين هي فقدان القدرة على القراءة والكتابة إذن تعريف الأمية إذن الأمية هي هي فقدان أو عدم القدرة على القراءة والكتابة هي الأمية ولذا فالتعليم مقياس للتقدم مقياس للتطور من خلال التعليم ومن خلال عدد المتعلمين أبناء وبناء الطلاب نستطيع أن نتعرف على هذه الدولة أو على هذا البلد بأنه متطور أو غير متطور من خلال نسبة المتعلمين في هذا البلد إذ تسعى أبناء وبناء الطلاب وتعملوا الدول جاهدة إلى نشر التعليم بين أفراده ديننا الإسلامي يحض على التعليم ويدعو له لقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير إذن أن العلم يرفع أقوام ويرفع أناس بحبه بماذا؟ بالتعلم وبالعلم الذي يمتلكه ولذلك أو مع ذلك فإن عددا من دول العالم وبالتحديد العالم العربي والإسلامي تعاني من مشكلة الأمية سواء كان بين صغارها أو كان بين كبارها وهذا يهدد قدرتها ويهدد مستقبلها باللحاق بركب التقدم المدني والعلمي الذي يشهده العالم كما تعلمون أبناء وبنات الطلاب أن العالم يشهد تطورا علميا وتقنيا ليس له مثيل بحكم ماذا؟ بحكم ما وصل إليه من علم وتقدم ومشكلة الأمية تعيق أو أصبحت عائقا كبيرا للوصول إلى مصاف هذه الدول إلى مصاف هذه الدول أبناء وبنات الطلاب ما هي العوامل أبناء وبنات الطلاب التي ساعدت على انتشار الأمية؟ أولاها هي الفقر الذي تعانيه بعض الدول أبناء وبنات الطلاب نلاحظ أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية متصلة مع بعضها البعض البطالة تؤدي إلى ماذا؟ إلى الفقر والفقر يؤدي إلى ماذا؟ ممتازين إلى الأمية إذن هي عبارة عن سلسلة متصلة حينما توجد البطالة يكون الفقر حينما يكون الفقر تنتشر الأمية فلذلك تسعد دول جاهدة على القضاء على مشكلة البطالة لكي يقضي أو يقضى على مشكلة الفقر ويقضى بعد ذلك على مشكلة الأمية إذن أبناء وبنات الطلاب العوامل أو العوامل التي ساعدت على انتشار الأمية هي الفقر وهذا ما يعانيه العديد العديد من الدول العربية والدول الإسلامية أيضا أبناء وبنات الطلاب من العوامل انشغال المجتمعات الإسلامية بالرعي والزراعة لكسب لقمة العيش وهي كما ذكرت لكم أبناء وبنات الطلاب وهي زراعة ورعي تقليدي وهي أقل المهن دخلا للفرد الزراعة والرعي التقليدي هي أقل المهن دخلا أقل المهن دخلا أبناء وبنات الطلاب أيضا الانشغال بالحروب أيضا من العوامل التي ساعدت على انتشار الأمية نجد انشغالهم بالحروب يطلب العديد من الشباب وبالتحديد فئة الشباب فذلك نجد منهم أو نجد انتشار الأمية بين فئة الشباب أبناء وبنات الطلاب ما هي النتائج والأثار التي تنتج عن الأمية في العالم العربي والإسلامي وممتازين ركود التنمية أي لا تكون هناك حركة اقتصادية واضحة فانتشار الأمية ينتج عنها ركود وتعطل لحركة التنمية والاقتصاد انخفاض الانتاجية بعدم أو لابتعادهم عن العلم أيضا يؤدي إلى انخفاض الانتاجية انتشار الأمراض أبناء وبنات الطلاب نتيجة للجهل والفقر والبطالة والأمية أيضا هذه تعتبر أبناء وبنات الطلاب من أهم نتائج وآثار الأمية إذن تعرفت أنا وأنتم على العوامل التي ساعدت على انتشار الأمية هي الفقر وانشغال المجتمعات الإسلامية بالرعي والزراعة التقليدية انشغالهم بالحروب النتائج ركود التنمية انخفاض الانتاجية انتشار الأمراض ونلاحظ أبناء وبنات الطلاب إحدى الأحياء السكنية الفقيرة وهي بالتحديد في الجمهورية الاندونيسية نلاحظ أبناء وبنات الطلاب نسبة الأمية في بعض الدول كفلسطين ونسبتها في مقارنة بالدول المتقدمة أبنائي هناك فرق واضح بنسبة الأمية نلاحظ أنه بين الفلسطين والنرويج بين السيرليون وأسبانيا بين مالي والصين أبنائي تقويم الدرس الثامن والعشرين ما هي أبرز أنواع المشكلات التي يواجهها العالم العربي والإسلامي ما هي؟ ذكرناها لكم هي ثلاثا من المشكلات ما هي أبرز مشكلات العالم العربي والممتازين؟ هي البطالة وماذا بعد؟ أحسنتم والفقر وآخرها ما أخذناه قبل قليل ممتازين هي الأمية السؤال الثاني ما أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار البطالة في العالم العربي والإسلامي؟ هناك عدة أسباب ساعدت على انتشار البطالة في العالم ممتازين قلة الصناعة في العالم العربي والإسلامي أحسنتم الزيادة السكانية الكبيرة في العالم العربي الإسلامي ويقابلها قلة في الانتاج والاستثمار أحسنتم التركيز على التعليم النظري دون الجانب المهني والفني وأيضا ضعف نصيب الفرد من امتلاك الأراضي الزراعية كلها من المسببات أو من الأسباب التي ساعدت على انتشار البطالة في العالم العربي والإسلامي السؤال الثالث اختاروا لي أبناء وبناء الطلاب الخيار الصحيح بين الفقرتين ألف وباء فقرة ألف من آثار الأمية ومن نتائج الأمية هل هي ارتفاع التنافسية أم ركود التنمية أم أحسنتم هي الركود الاقتصادي أو التنموي من أسباب انتشار الفقر أحسنتم أبناء وبناء الطلاب هي انتشار الأمية أحسنتم وبارك الله فيكم وأنا وأنتم ننتقل إلى تقويم الوحدة السابعة تقويم الوحدة السابعة أبناء وبناء الطلاب السؤال الأول عرفوا لي المفاهيم الآتية العالم الإسلامي العالم العربي البطالة الدول الفقيرة إذن أبناء وبناء الطلاب لدينا عدة مفاهيم أريدكم أن تعرفوها العالم الإسلامي العالم العربي البطالة الدول الفقيرة ممتازين للعالم الإسلامي ما هو أحسنتم هي الدول الأعضاء التي تأتي تحت مظلة ممتازين منظمة التعاون الإسلامي العالم العربي أحسنتم هي الدول الأعضاء التي تضمها جامعة الدول العربية البطالة ما هي البطالة أحسنتم هي أو هم الأفراد الذين يعيشون بلا عمل وهم مؤهلون لذلك الدول الفقيرة أحسنتم هي الدول ذات المستوى الاقتصادي المنخفض السؤال الثاني ضعوا علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي تقع ألبانيا في ممتازين أحسنتم صحيحة يصل عدد الجزر الأندنوسية إلى عشرة ألاف جزيرة هل هي عشرة ألاف أبناء وأبناء الطلاب أم هي ثمانية عشر ألف ممتازين إذن الإجابة خاطئة تساوي مساحة العالم العربي نحو أربعة عشر ممتازين صحيحة تقع فلسطين في غرب قارة آسيا أحسنتم الإجابة خاطئة السؤال الثالث ثلاثا من الدول العربية وثلاثا من الدول الإسلامية ودولة إسلامية ترتفع فيها الكثافة السكانية أحسنتم إذن أولى هذه الدول المملكة العربية السعودية أحسنتم مصر ممتازين والسودان دولة إسلامية ودولة إسلامية ثلاث ممتازين باكستان أحسنتم ونيجيريا وتركيا دولة إسلامية أحسنتم هي أندونيسيا أو بنغلاديش كلها من الدول التي ترتفع فيها الكثافة السكانية أحسنتم عللوا أي أذكروا سبب أبناء وابنات الطلاب تنوع الخصائص الطبيعية في العالم العربي والإسلامي لماذا تتنوع الخصائص الطبيعية والبشرية في العالم العربي والإسلامي بسبب ممتازين بسبب كبر مساحة العالم العربي والإسلامي خصوبة التربة في أندونيسيا ما السبب؟ أحسنتم بسبب ما ينتج من رماد بركاني بحكم وجود أندونيسيا في منطقة ممتازين نشطة بركانية فينتج عن الرماد البركاني الذي يساعد على العمل أو على خصوبة التربة انتشار حرفة قطع الأشجار أو الأخشاب ممتازين لأنها تقع في جنوب نيجيريا وجنوب نيجيريا منطقة استوائية تشتهر بالغابات الاستوائية السؤال الخامس اختاروا لي الإجابة الصحيحة فيما يلي تزداد الكثافة السكانية في المناطق الرعوية في الصناعية في الرملية أحسنتم في الصناعية عدد الدول العربية التي تضمها ممتازين 22 دولة من العوامل التي ساعدت على انتشار الممتازين قلة الصناعة تمثل مساحة العالم العربي والإسلامي بالنسبة لمساحة العالم أحسنتم هي الخمس السؤال السادس اذكروا لي ما يلي أو أكمل الفراغات التالية من العوامل التي ساعدت على انتشار الفقر أحسنتم أبناء وابناء تطلب انتشار البطالة أحسنتم وسوء استثمار الثروات الطبيعية يتوزع أغلب سكان العالم العربي والإسلامي في قارتينها أبناء وابناء تطلب هناك قارتين أو قارتان يتركز فيها سكان العالم العربي أحسنتم هي آسيا وأفريقيا ممتازين تنقسم مظاهر السطح أبناء وابناء تطلب العالم العربي والإسلامي إلى ماذا؟ ممتازين إلى جبال وسهول وأيضا وديان وأنهار وغيرهم ممتازين أحسنتم من الخصائص السكانية التي تميز العالم العربي والإسلام هناك خصائص تميز أبناء ممتازين عدد الذكور أكثر من عدد الهناث أحسنتم ماذا بعد؟ ممتازين تأثروا التوزيع السكاني تبعا لعوامل طبيعية كالسطحي وتأثيره على التوزيع السكاني وبشرية كانتشار الصناعة وغيرها أبنائي وبنات الطلاب السؤال السابع اربطوا لي ما في المجموعة ألف بما يناسبها في المجموعة باء بالاستعانة بالأرقام رقم واحد أبناء وبنات الطلاب جبال الحجازي ما يناسبها من الموقع باء أو من المجموعة باء أحسنتم هي في غرب المملكة العربية السعودية في غرب شبه الجزيرة العربية هضبة الأناظول ممتازين في تركيا أحسنتم السهولة الفيضية عادة السهولة الفيضية أين توجد؟ أحسنتم على الأنهار ممتازين على نهار النيل الربع الخالي ممتازين في جنوب شرقي شبه الجزيرة العربية أحسنتم جبال هندو كوش أبناء و بنات الطلاب هل هي ممتازين إذن في وسط آسيا السؤال الثامن اختاروا لي الأجابة الصحيحة فيما يلي تطل ميجيريا من الجنوب على ممتازين على خليج غينيا يتوزع ممتازين آسيا و أفريقيا تعد مركزا صناعيا و ميناء بحريا لأندونيسيا هل هي سوربايا أم كانو أم لاجوس أو لاغوس أم دروسو ممتازين هي سوربايا هي الميناء البحري والمركز الصناعي لأندونيسيا أبناء و بنات الطلاب مثلوا لي الجدول التالي بأعمدة بيانية المغرب عدد سكاني أو سكانه 35 مليون و 280 ألف أزباكستان 28 مليون المملكة العربية السعودية 32 مليون و 552 و 336 نسمة نريد أن نمثل هذه الأعداد تمثيلا تقريبيا أبناء و بنات الطلاب بشكل بياني كما هم ممتازين المملكة العربية السعودية بهذا الشكل تقريبا أبناء و بنات الطلاب أنها تزيد قليلا عن 30 مليون ممتازين المغرب أحسنتم وأزباكستان تقل قليلا عن 30 مليون السؤال الذي بعده نسبة الأمية أيضا نمثلها بالرسم البياني لدينا فلسطين أو سيراليون و فلسطين و مالي سيراليون ممتازين أو مالي هي الأكثر 83% و سيراليون 79% و فلسطين 3% هي نسبة الأمية لديها أيضا أبناء و بنات الطلاب لدينا الخارطة نريد أن نحدد التالي المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر المتوسط و البحر الأحمر و من ثم باب المندب المضايق باب المندبي و ملقة و هرمز و جبل طارق و من ثم نهر النيل و السهول الساحلية على البحر المتوسط و هضبة أفريقيا ممتازين البحار هذا البحر المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأحمر ممتازين وهذا هو البحر المتوسط المضائق أبناء وبناء تطلع ممتازين مضيق باب المندب هنا أبناء وبناء تطلع مضيق باب المندب بهذا المكان وبهذا الموقع ومضيق ملقة ومضيق أبناء وابناء تطلع ماذا؟ مضيق هرموز ومضيق أبناء وابناء تطلع بجبل طارق السور الساحلية أو النهر نهر النيل نلاحظ أبناء وابناء تطلع تقريبيا هذا هو موضوع نهر النيل السهولة الساحلية للبحر المتوسط هي التي تحاذي البحر المتوسط وأيضا أبناء وابناء تطلع بجبل طارق هضبة أفريقيا هي في هذا الموقع وبذلك أبناء وابناء تطلع بجبل طارق ننهي درسنا إلى هذا اليوم شكرا ومقدرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح